قام مايك بانس نائب الرئيس الأمريكي السابق بزيارة أشرف ثلاثة في ألبانيا موطن حركة المعارضة الإيرانية الرئيسية مجهدي خلق الإيرانية والتقى بالسيدة مريم رجوي رئيس المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لبحث القضايا ذات الأهمية المشتركة فيما يتعلق بالوضع في إيران ووصف السيد بانس أشرف ثلاثة بأنه بيت الأمل لإيران حرة وديمقراطية وأضاف أستطيع أن أقول على وجه اليقين أن الشعب الأمريكي يدعم هدفكم بإقامة جمهورية إيرانية علمانية وديمقراطية وغير نووية تستمد قوتها العادلة من موافقة الشعب ووصف نائب الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بأنه قاتل جماعي وحشي مسؤول عن مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي وقال إن الرئيسي يجب إقالته من منصبه على يد الشعب الإيراني ويجب محاكمته على جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وركز السيد بانس على قضية بديل النظام الإيراني قائلا من أكبر الأكاذيب التي روجه النظام الإيراني الحاكم للعالم أنه لا بديل عن الوضع الراهن ولكن هناك بديل بديل منظم جيدا ومجهز تجهيزا كاملا ومؤهل تماما ومدعوم شعبيا يسمى منظمة مجهدي خلق شكرا لك مريم رجوي على قيادتك ورؤيتك المتميزة وأشهد بالمقاومة الإيرانية لالتزامها بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية لكل مواطن إيراني وأكد أن خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران تضمن حرية التعبير وحرية التجمع وحرية كل إيراني في اختيار قادته المنتخبين وقالت السيدة مريم رجوي الرئيس المنتخب للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال خطابها حكام تهران يعيشون أضعف حالاتهم إنهم يواجهون انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير يمكن ويجب لإيران والمنطقة والعالم أن تتخلص من الملالي النوويين وأضافت أن الملالي لم يتخلوا أبدا عن مشروع صنع أسلحة نووية كضمان لبقاء حكومتهم هذا جزء من مهمة إبراهيم رئيسي طالبت بإحالة جميع قرارات مجلس الأمن الدولي وملف انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب النظام إلى مجلس الأمن الدولي كما دعت إلى تفكيك قوات الحرس للنظام الإيراني وفي السادس عشر من مايو عام الفين واثنين وعشرين قام وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بزيارة أشرف ثلاثة والتقى بالسيدة مريم رجوي وقال السيد بومبيو أحد العوامل الخطيرة المفقودة في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران هو الافتقار إلى الدعم السياسي للمعارضة الإيرانية المنظمة والآن لتصحيح السياسة تجاه إيران بغض نظر عم من يتواجد في البيت الأبيض فمن الضروري أن تتواصل الإدارة الأمريكية مع المقاومة الإيرانية والاستفادة من قدراتها الهائلة أشرف ثلاثة هو أحد الأماكن التي يجب التركيز عليه اشتركوا في القناة